السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج على الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا ما يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جديد وحاصر زهر على النايل سات لقناة اليمن بتقنية الـ HD قناة متنوعة وروعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناوات النايل سات لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جماعة الأجهزة وجماعة الرسفرات صفر داخلي أما بالنسبة لاكتر من سين في المية من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموط على الزرار المينيو ونقف على قيمة وقفة كلمة تركيب بقفة على قيمة التركيب بضغط عليها بزرار أوكي هيزهر لقيمة تانية وقفة قيمة الترددات بنزل عليها واضغط أوكي وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموط على زرار المينيو وقفة على كلمة انسليشن واضغط أوكي سيظهر معي قيمة تانية او في كلمة ترنزبودة الليست بني força انتهي عليها واضغط اوكي ومجرد ما فيضغط على قيمة الترددات بزراء الاوكي هلاحظ ان ظهر معي قيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على زراء الاحمر وكتب التردد بتاعه وubsيح ان اضغط اوكي واتاكد ان الاشطاء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزراء الازراء وضغط اوكي عشان يظهر لي خائمة جميلة مكتوفة كلمة اسكان او البحث في اعلى الخائمة ومجرد ما بضغط على الخائمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لرسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم وضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا بتاريخ شهر مايو او بتاريخ شهر خمسة العامة الشيئة 22 قناة اليمن موجودة على تردد 11747 معدل الترميل 27500 والقطبية في او فيرتكال او راسي التردد اشارته عالية وسهلة جدا استقباله بطباق تبدأ من 60 او 70 سنطي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بتعامل بنظام الـ HD او شاشة عرض بتحتها على رسيفر داخلي بتعامل بنظام الـ HD علشان تقدر تستهب القناة اليمن على جهازك قناة متنوعه روعه جدا وبنصح الكل نزلها على جهازه وبهديها الكل مشاركين وامتابعين قناة اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة